اذا عدنا حديث القاهرة خليني ارحب كاتبنا الكبير سيدس خالد البري الروائي والمحلل السياسي والصديق العزيز والغالي سيدس خالد اهلا بيك منورنا انا يعني متشكر جدا ده احنا اللي شكريني فانتم احنا قصاد مشهد بطبيعة الحال اكتر من 110 يومه وقصاد عدوان اسرائيلي على غزة فضلا عن حوار وجدل ونقاش يعني اساسه وقصه هو الاتهام بالتخوين لكل من يناقش الظاهرة او الاحداث او يناقش حماس او يختلف معها ده دقي بقى لو هاجمها فده يخليني اروح معاك الى السؤال المبدئي حوالين هل بالفعل يمكن ان تكون هناك جماعة دينية تمثل حركة مقاومة بالمعنى الذي نعرفه للمقاومة تحرر وطني مقاومة الاستعمار الاحتلال هل يمكن لفريق ديني منغلق على عقدته وعلى معتقدية يكون قدر على انه يقدم نفسه باعتباره حركة مقاومة ما هو عشان تكون حركة مقاومة لازم تكون حركة وطنية في الاول يعني حركة جامعة لجموع الشعب اللي انت بتتكلم عنه وبعدين في مرحلة تانية بتكون حركة مقاومة كمان لازم يكون عندك اطر تفرق ما بين الاخلاق العصر اللي احنا فيه واخلاق العصور الاخرى او المرجعيات الاخرى فاحنا لما نيجي نطبق الكلام ده على الحركات الدينية في عصرنا هنلاقي انه عندهم مشكلة وطنية كبيرة لما بيجوا يتعاملوا مع الفرقاء داخل الوطن ده بداية ولو على حماس يعني من غير اي مواربة فممكن نشوف تاريخهم مع حركة فتحة مثلا اقتتال واغتيال ده كان اول اقتتال كبير يعني ويكون على الشاشات ويكون مناصر من بين او وسط جمهور عريض فكان غريب جدا هيرد عليك يا سيد خالد ويقول لك طب الفصائل في الصينية نفسها كان في حرب اخوة كثيرة بداخل الفصيل نفسه ويقتلوا بعض ويقتلوا بعض فليه انت بتعتبر انه حماس واقتتالها مع فاتح عدم اعترف بالفصائل او موقف ديني او او موقف يعني تعاولوا على انه غير وطني بينما اللي بيقولوا على نفسه موطنيين اقتلوا بعض برضه بالضبط من عشان كده قلت لأول مرة يكون مناصر من جمهور كبير يعني انا ميسته بهذا الموضوع يكون بيقدم على شاشات التلفزيون وبين الجمهور المفروض انه هو مناصر للقضايا الفصصينية مناصر للقضايا الفصصينية على انه لا اللي بيحصل ده كويس جدا وده تنظيف وما الى ذلك النقطة التانية اللي كنا تكلمنا فيها هي المرجعية بتاعت الحركة يعني هل المرجعية مرجعية عصرية اصلي لفظة مقاومة دي السيد إبراهيم دي دي لفظة عصرية مفيش حاجة في القرن الخمستاشر مثلا يسمعها مقاومة فانت لما تيجي تاخد لفظة عصرية يبقى انت المفروض ان انت فاهم ايه هو الاطار الاخلاقي اللفظة دي بتدور فيه فمش ممكن اكون بقول مقاومة وانا باستشهد بيه الولاء والبراء او ان انا باستشهد بيه انه الاستحلال استحلال اي فعل ضد ناس بسبب دينهم او بسبب غيره حتى بسبب جنسيتهم يعني بسبب انتماءهم الوطني يعني كلمة مقاومة ما تخلكش ان انت يبقى فيه عندك اثر وغنائم حتى على جيش محتل لكن احنا دلوقتي بنسمع حاجات غريبة يقول لك لا قصي دي مقاومة ويروح الجملة اللي بعدها والمقاوم لا يسأل عما يفعل يا جماعة انت بتخلط خلاص سميه اللي انت عايزه يعني بس بلاش بلاش لفظة مقاومة وبعد كده ان انت ترجع تباوز مش المقاومة الوطنية بالضرورة تبا مؤمنة بالوطن طبعا احنا قصاد الجماعة الدينية ايا كانت بقى سمت نفسها اللي سمته هي معتبرة انه الدين هو الوطن فبرضو كيف يمكن ان نتفهم انها بتقول على نفسها كده وقوة من اليسار والليبراليين ممكن يموافقنها على ان الجماعة الدينية دي بتقول على نفسها مقاومة وهو او يقول لك ام مقاومة ويعتب عليك انك انت بتسحب منها هذا التعبيد هو حتى يعني تعالي احب الفت النظر لكلمة بسيطة جدا هو بيقول لك المقاومة وده انا شفته في لبنان وشفته في فلسطين يعني دي الحاجات اللي انا عصرتها كلمة المقاومة هي بألف ولم التعريف هي بداية بتعزل القوى الخارجية وحتى حيث بله في جنوب لبنان كان مشهور يعني ان هو اول ما طلع ابتدى يعزل كل حركات المقاومة الاخرى عشان يبقى هو المقاومة هو يساوي المقاومة اما موضوع الايمان بحدود الوطن بوجود اطار معين للوطن ووجود اخاء وطني معين فده برضو بيبان التناقض لما تيجي تتكلم عن المصلحة الوطنية لكيان اخر حتى ولو كان مجاور لغز فبتنتهي الى ان عندك مجموعة من القوى السياسية اللي هي لا تعترف بحدود الوطن ولا المصلحة الوطنية البراجماتية في اي مكان الا حدود وطن فلسطين الا حدود غزة هناك بس يبقى التراب مقدس هناك بس لكن في اي مكان تاني ما الوطن الا تراب عفن لكن هو حتى في غزة مش معتبر الوطن وتراب والراجل قالك ده سواك فلسطين مش بس غزة السؤال هنا وحماس بتدفع عن نفسها او بتحاول تعيد تعريف نفسها فبتتكلم على انه هي حركة تحرر الوطن بتقول كده بوضوح هل في الدنيا شفنا في تجارب التاريخ الحديث او الحالي يعني حركة بتسمي نفسها المقاومة الاسلامية تبه وطنية يعني هل يعني يصح التعامل مع انه مصطلح المقاومة الاسلامية يعني مقاومة وطنية ما هو ده التناقض اللي احنا بنتكلم عنه لانه ده برضو بيعتمد على اللي احنا بنسمعه ويرتبط بكلمة اسلامية في السياسة احنا كل اللي بيقال لنا من ساعة ما كنا صغار لغاية دلوقتي انه الاسلامية معناها انه الدولة الكبرى التي لا تعترف بحدود بينها و احنا جند يا رسول الله قم فانظر جنودا وبتاع لغاية يعني اعادة الخلافة وما الى ذلك فما ينفعش ان انت تقدم خطاب ادبياتك كلها بتقول ان هو مفيش حدود وانه الدولة دي دولة وحدوية يعني مفيش اطار ان انا بعمل لمصلحة المكان ده شمالا وجنوبا وشرقا وغربا لا احنا عملين نتكلم عن انه دي الدولة اللي مش ه يهدأ لنا بال الا حين نعيدها كلها تحت راية خليفة ما ينفعش يكون ده خطابك طول حياتك وبعد كده تيجي في مرة تاني وكأن انا بتحك عليك ويعني انا بقول لك بس دلوقتي كلمتين انا انا بتاع حركة وطنية طيب نيجي الكلام ده يعني انا شفت مثلا لما كنت بتتكلم عن الشهادة امام المحكمة احنا شفناه في 2011 واحنا قبل قبل 2011 كنا يعني قبل 25 يناير وفي الايام الاولى كان رفقاء الميدان وكان مش عارف ايه طيب بعد شوية شوية صغيرين طيب انه لا دولة كلهم خوانا ومش عارف ايه فالحقيقة احنا تعلمنا الدرس والدرس ده انا احبا انقلوا لكل اللي بينسبوا نفسهم للحركات الاسلامية ما تستغباش الاخرين ما تستغباش الاخرين لانه مش معقول في جيل واحد الناس لسه ما متدش يعني العصرة الاحداث ده ما متعتقدش ابدا ان انت هتقدر بعد ما تعمل ده كله ترجع تنومنا مغناطسيا و مسيرة كمعاملها لانه كتير من القوى او الاسماء او الشخصيات اللي هي بتعتبر نفسها من اليسار او بتعتبر نفسها لبرال او مشقفين او فنين او دباء وكتاب بينتصروا لحماس وبيعتبروها حركة مقاومة وسعداء جدا بما جرى سبع اكتوبر بل بيكلموا عن انتصار المقاومة و كمان يعني يتهم اي حد ينتقد حماس بانه صهيوني عربي وكده وهم انفسهم يعني كانوا ضحايا بشكل اخوان فيه سواء بعد 11 يناير بعد 15 يناير او اثناء حكم الاخوان هما نفسهم اللي طلعوا فيه احيان قالوا انهم ضد الاخوان هما دلوقتي بيقيدوا حماس اداء صليبي انجاز التعبير يعني رغم انه تنظيم اسلام هو انا مش عارف الحقيقة اقولك ايه لانه هو الظاهر الغرض مرض يعني الظاهر انا عندي كده نظرية بسميها عجنت البيتزا بمعنى انه فيه قوة كتير بسبب الثقافة المهيمنة هي في الحقيقة كلها عجنت البيتزا واحدة احنا بس بنحط شوية توپنج يعني مرة نحط سلامي مرة نحط مش عارف نحط اي حاجات من فوق انما لما تيجي تدور عجنت البيتزا هي واحدة المهيمنة الاسلامي عن يساري في عجنت البيتزا ده اكيد لانه القيم الحاكمة واحدة يعني القيم طريقة النظرة للعالم كمان القيم اللي هما بيخلوها او بيدوها منزلة فوق القيم الاخرى هي قيم واحدة قيم لا تنتمي الى العصر تنتمي الى العصر العضلات يعني انت لما تبقى واحد الموت دايما احسن من الحياة شجرة الحرية نرويها بدمائنا مش عارف ايه فهتلاقي انه هي كلمات واحدة بس هنا ممكن نديها سيد الشهداء حمزة وهنا ممكن نديها سيد الشهداء جفارة مثلا فانما الزهنية اللي وراء الموضوع واحدة الزهنية لا تعتمد التنافسية انا الحقيقة احيانا بتصدم يعني على مستوى اقل شوية انه الناس اللي بتتكلم عن الحريات مثلا ما احنا شبعانين كلام عن الحريات احنا اكتر اكتر يعني انت عارف انا عايش في مجتمع تاني مجتمعنا ده اكتر مجتمع بتكلم عن الحريات اكتر من انجلترا هيستعين مش محتاجين في انجلترا صحيح لو معايشين بيتكلم انما هنا الكتاب بتكلم عن الحريات اللي مش عارف ايه بالكلمة على الأحراد طب تعالى قول كلمة مختلفة تتحول إلى إنسان منبوذ تتحول إلى إنسان ما يقول لكش صباح الخير ما يحط لكش لايك لو صرتك أنت وبنتك مثلا اللي هي عم ده ما لهاش دعوة بالموضوع احنا اختلفنا ما قطعناش بعض يعني صحيح فده العجينة الوحدة ده العجينة الوحدة المتصطية واحتكار الحقيقة وإطعظيم الموت بالضبط يعني تعظيم الموت وتعظيم الصراع يعني فيه كراهية للحياة الدنيا باللفظ الإسلامي وكراهية وظهر بالبوازية بالوزهر باليساري فأنت لما تيجي تفصصها هتلاقي أنه في الحقيقة أنت بتتكلم عن نفس الناس بس فيه واحد بيتكلم بمرجعية معينة وفيه واحد والله مكسوف لأنه ده يمكن مرتبطة طبقيا واجتماعيا بفئة معينة وأنا راجل متعلم يعني وخريج جامعة الخاهرة فعيب يعني مش هقول كده أنا لازم أديها على فكرة الظاهرة دي ابتدت مع سيد قطب لو تلاحظ سيد قطب كان بيكلم كلام في منتهى يعني التشدد بس دايما حاطت له شوية كلمات تبان وكأنه راجل هو يعني مفكر من مفكرين العصر الحديث صارت مثلا الناس اللي هو كانت مؤكباء يعني التفخيم والتعظيم وتقدم وصطلحات توحي بالعمق يعني يعني الكلام مسطح جدا آه وكمان الكلام الكلام طائفي جدا وراجعي يعني لو استخدمت التعبير واستعلائي واقصائي المحير فعلا أنه تلاقي يعني واقع بيثبت كل يوم حقيقة وانت لا تدال مصرع على حقيقتك القص بمعنى أنه كل ما فعلته حماس فعلته من قبل ليس مرة واحدة ولا اثنين بل اربعة وقداش إلى أي نتيجة مع ذلك أنت تؤيدها في الخامسة أيضا بنفس المنطق وبنفس القماس وبنفس اللقاء وبنفس اتهام الآخرين منين الإصرار وعدم وغياب المراجعة دي أهو ده أهو ده واحدة من القيم الاعتقاد أنه الفلاح في حياتنا مش ناتج من عمل العقل هو ناتج من قيم غيبية هي لو عملناها هتنجحنا مش قيم براجماتية عقلانية فيها حسابات مادية معينة لا هي دايما قيم غيبية الإسلاميين بيقولوا أن القيم الغيبية دي موجودة في السماء اليسار بيقول أنها موجودة في مكان ما يمكن فوق السحاب مثلا يعني أنا أنا الوقت بيحولون لدرجة أن أنت تكسف أن أن تقول يا جماعة في موازين قوة يا دي كلمة موازين القوة دي بتتحول إلى أن أنت انهزامي وانسحابي ومش يا أخوانا لا مش انهزامي ولا انسحابي على فكرة حتى اللي هم بياخدوا القرارات بقى على الأرض هم عندهم شوية حسابات لموازين القوة هو أنت مشكلتك مع اللي بياخدوا القرارات على الكيبورد ده بقى ده يعني لا يتحمل أي حاجة على الإطلاق ده كل الحكاية لا تكلفه أكتر من أنه كام تكة يعني على الكيبورد وخلاص طيب مرة أخرى وهنا نتكلم على تكرار نفس الأخطاء أو تكرار نفس الوقاء أو الأحداث بنتيجة فشلة يعني من 2006 2007 الحماس في كل المعركة بتقول أنها انتصرت وبعين تقى الأمر لا غزة تفك الحصار لا رجع متر ولا شبر من فلسطين القضية ما تقدمتش خطوة واحدة العلم عمل المظاهرات وبعين روح قاعد البيت ومع ذلك نعملها تاني بنفس الحكاية لما حصل في 7 أكتوبر حماس لما عملت العملية النجحة الرهيبة اللي عملتها دي قالت إن دي أهدفها واحد اتنين ثلاثة أو دي أسبابها وإن احنا بنعمل ده علشان اللي حصل من انتهاك المسجد الأقصى احنا بنعمل ده علشان الأسرة احنا بنعمل ده علشان إيه فردت إسرائيل بالوحشية بتاعتها وقال المقال إلى ما نحن فيه لسه برضو الخمس تلاف الأسير مش مهم الثلاثين ألف اللي ماتوا أنا عايز يسأل هنا تحديدا على فكرة استرخاص الأرواح لأنه هو رأيه الناس كلها تموت على طريقة الأخدود يعني أصحاب الأخدود فيه اللي قالوا وإستنوار أنه احنا كلها نتحرق مقابل مش عارف مين لما هنتحرق هيرجع فلسطين لكن مش مهم ده رأيه يعني أنا متكلم على المؤيدين والداعمين لحماس شايفين نتائج المشهد ده علقانه انتصار لحماس الأرواح التي تموت دي يعني ما ظنيش أنهم حطينها في أرقام صعبة هو إحنا برضو كده يعني أنا بخاف أحيانا أننا نخضع لمنطقهم المنطوق ليه لأنه لما يقول هو انتصار لحماس مش لازم أسد أنه هو مسد أنه ده انتصار لحماس هو لابد لابد عشان الوظيفة تستمر أنه هو يقول أنه ده انتصار لحماس وظيفة أفكار وظيفة حماس ووظيفته هو ما هو أستاذ إبراهيم الناس دي هم معتقدين أنه هم موجودين لغرض معين الغرض ده بيتحول عشان أقدر أعيش في هذه الحياة الدنيا بيتحول لوظيفة جماعة وظيفية معينة عايزة تأدي وظيفة ولازم تتعامل مع أنظمة زي مثلا النظام في إيران هما ما بينكروش يعني أنا مش بقول ده حاجة محور الممنعة وبرضو ممكن في وقت تاني لما تبقى لما أياما كانت تركيا مثلا عندها شوية طموحات كان ابتدى المصالح تتضارب بين الاتنين وكان عليهم أن يختاروا فبان موضوع أزمة حماس في النقطة دي فعشان الوظيفة دي تستمر لابد أنه ينتصر بغض النظر عما يحدث على الأرض فأنا مش المفروض أن أنا آجي أخضع لمنطقه وابتدي أقول هو أزاي مصدق أنه منتصر والله ما مصدق أنه منتصر هو عارف أنه مش منتصر أنا حضرت أنا كنت مراسل في حرب 2006 في لبنان في لبنان وفي شمال إسرائيل يعني أنا كنت وقتها بشتغل في البي بي سي فأنا رسلت من الجابهتين في نفس الحرب طبعا حزب الله يعني مفيش عاقل في الدنيا يقول أنه كان منتصر ده البلد مفتوحة التدمير على أشده وطول النهار في مطالبات أنه التدخل وكده عشان نوقف الانتصار ده انتصرنا كتير إنما بمجرد يوم انتهت الحرب أعلن النصر الإلهي وأهدي النصر الإلهي لمحور الممنعة فأنت ليه عشان يستمر بقى الدور طيب إيه اللي حصل بعد النصر الإلهي ده حزب الله لو تلاحظ دلوقتي بيتصرف يعني بالشكة والسكينة أنه هو فاهم هو خلاص فاهم هو النصر الإلهي ده كان لاستمرار الوظيفة وهو كانت وظيفته المفروض مقومة إسرائيل طب مش قادر يقوم إسرائيل انسحب إلى الداخل ابتدى كل الدمار اللي احنا شايفينه في لبنان حاليا هو نتيجة لهذا النصر الإلهي اللي وظف في غير الاتجاه اللي جاي في الجوب ديسكريبشن يعني في التوصيف الوظيفي فوجه إلى ناحية أخرى اللي هي اللبنان ووجه إلى سوريا بعد كده وقمع يعني الطرف الآخر في الحرب السورية وده اللي ممكن يحصل لما الإخوة في حماس يعلنوا انتصارهم فلازم نستمر يستمر جمهورهم من دلوقتي لغاية هناك يقول انتصروا 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 انت تبقى شايف اللي انت شايفه هيقولولك برضو انتصر مصدق أو مش مصدق هم يعني مصدقين ومش مصدقين ده برضو مرة أخرى ده جمهور طيار الإسلام السياسي أو جمهور حماس اللي لا يعني التدبير يعني أنه يحصل الور ما ماتش معه أنه يعني قيادات سابقة كلها تقتلت عادي يعني فاش حاجة ما سقدتش حباز تفسير طيب ده ينطبق على جمهور طيب الإسلام السياسي إنما جمهور العادي بقى المواطنين العاديين اللي شايفين أنه حماس بما فعلته أقدمت عليه وما هي موجودة الآن يعني مقاومة اليسار ويه المثقفين اللي بيعتبروا أنه مجرد مواجهتهم لإسرائيل رغم أنه يعقب ده تدمير كامل زي ما احنا شايفين لغزة بل وللأضاف الاصطيني لكن شايفين اللي دي مقاومة عايز أفهم كيفية المقاربة هنا إزاي إزاي هو المشهد ده كله يساوي عنده مقاومة ناجحة ولابد أنها تستمر ومقاومة إسرائيل هي الحل الوحيد وإسرائيل بتفهمش بربقوة إسرائيل بتفهمش بربقوة فإحنا شايفين دلوقتي القوة عملية إيه ومع ذلك إسرائيل بتفهمش بربقوة أيها ما هو ده ده يعيدنا يكون أوضح الثقافة المهيمنة وإحنا عشان ثقافة تهيمن وتستمر وتتوغل وتنتشر لازم أخلق لها أساطرها فأبتدي أن تقي تاريخيا الحاجات اللي تثبت أنه لا هو ده الصح مع أنه ده ده مش اللي حاصل على طريق أنه في مليون جزائري مليون شهيد مثلا فوصلت لستة مليون على فكرة أثناء الحرب ده باللسان باللسان هو خالد مشعل قال وانا في الجزائر قالوا لي أبو الوليد إحنا إحنا مليون ونص ده في المرحلة الأخيرة ملحلة التحرير لكن على مدار المية وثلاثين سنة ستة مليون فهو الراجل دلوقتي وصلها لستة مليون فعلى هذه الطريقة في حين إنك ممكن تلاقي دول نكحة وتقدر تشوفها من العصر الحديث لأننا دلوقتي في عصر نووي الموضوع مش صمود تمام عندك اليابان مثلا في الحرب العالمية التانية استوامة الضرب آه اليابان اليابان شعب هو 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 شعب ممكن يعمل أي حاجة مستعد فعلا يضحي بنفسه لآخر إنما لما شافت إنه الموضوع مش هينفع في موازين القوة دي غيرت الدستور الياباني وده بالنسبة لهم زي عقيدة زي دين إنه وضع الامبراطور يتغير في الدستور الياباني الجيش النازي ومحدش يقارن بين الجيش النازي على قوة ألمانيا ألمانيا دي كانت من قبل الحرب مطلعة موسيقيين عظام فلسفة عظام الفيزيائيين اللي هم راحوا عملوا القنبلة النووية ما هدولا كانوا في ألمانيا فنعايز أقول إنه دي دي كانت امبراطورية يعني عظيمة قريب إنما فهمت في موازين القوة عند لحظة معينة إنه لا ده كده أنا بنهي الشعب الألماني فلن يبقى الشعب الألماني اللي يحتفل بالانتصار العظيم اللي احنا بنتكلم عنه إنما هنا لأنه الموضوع واخد بعل ديني والبعل الديني ليس حتى مطعما بحداثة تخليه كده يعني ولا بعملية التاريخ الديني نفسه تاريخ الساهم اللي أن عملية وصفقات ومراجعات ومفاوضات وتنازلات مكانش كده يعني الدنيا ملاش ألقى بالواقع لا ده أنا بتكلم عن الانتقاء الأسطوري حتى من التاريخ الإسلامي يعني حتى من التاريخ الإسلامي هم عندهم انتقاء كده عشان يصنعوا الأساطير اللي تسمح لهم بالاستمرار في هذا العتا طيب فيه إيه أكتر من أنه بلسان حماس نفسهم يطلع يقولك ده فلسطين ما تهمناش ده سواك أو يطلع يقول أنه إحنا عايزين خلافة أو يطلع ناس من قلب الإخوان يقولوا أنه إحنا داعمين في الخلافات اللي كانت بين مصر وتركيا أو يطلع واحد يقول أسيا دي بني عثمان أو يطلع ده فيه إيه أكتر من كده ما هو اللي عايز يستوعب ده مش محتاجة زكاة يعني مش هقولك أنه يكون ذا عقل لا ده أنا بقول يكون بس ذا رغبة رغبة بسيطة حتى قد كده أنه عايز يستوعب هيلاقي أنه الموضوع واضح وبيقول لهم هو إيه الغرض إنما يعني لما تعمل قلوب والتي في الصدور أيها شكرا جدا كاتبنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا أشكركم وألتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الله حديث القاهرة